السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبنائي وبناتي طلاب الصف الأول السنوي كاملين حل أسئلة مع بعض حل أسئلة المعاصر الخاصة ب عندنا في الشكل المقابل في شكل المقابل أي زوج من الكرموسومات يمثل طبعا هم عارفين في هنا أنا عندي وبيكونوا موجودين على نفس الكرموسوم ويهم يعني هنا ده معنى أن ده كرموسوم مثلا جين بتاع لون العين وده جين الطول يبقى دول صحيح أنهما كابيتل بس دول جينين مختلفين لأ دول جينين المفروض يكونوا بيقياسوا نفس الصفة فيكون لهم نفس الموقع على الكرموسوم طبعا هاختار ده طب ده إيه كابيتل وده إيه كابيتل يبقى ده موجود على الكرموسوم الأول والتاني لكنه نفس اللون بيديني نفس اللون فرطنا مثلا من رد فده حيدي رد وده حيدي رد تمام؟ لكن ده جين حيدي لون عين بني وده جين حيدي مثلا الشخص يكون طويل يبقى دول جينين لكنهم مختلفين آه لتنين كابيتل لكنهم مش بيقياسوا نفس الصفة إحنا كنا معنا صفة واحدة لصفة اللون في الأنترينم ولكن جين بيدي اللون الريد وجين بيدي اللون الوايت هنا مش هينفع أختار 3 لإن عندي واحد شايد الـ dominant وواحد شايد الـ resism وإحنا في حالة lack of dominance عندنا الـ 2 يعتبروا dominant في حالة lack of dominance الـ 2 dominant هنا والـ 2 dominant والـ 2 موجودين في نفس الموقع إذن دول بيشيروا إلى نفس الصفة فمثلا لو خدنا على الأنترينم يبقى الجين ده جين اللون الزهرة والجين ده جين لون الزهرة ولكن ده بيديني اللون الـ red وده بيديني اللون مثلا الـ white فتبقى الإجابة بتاعتي 4 ما تتخموش ونختار 1 لإن طالما موقع الجين تغير يبقى ده بيدي صفة مختلفة خالص ده صفة وده صفة تانية فالاختيار بتاعي دي لما يحصل تزاوج في نبات الأنترينم واحد فيهم لون الـ red تمام واللي بقى r capital r capital والother carried white flowers w capital w capital all the plants of the first generation were purple flowered يعني r capital w capital ما عنديش هنا resistive خالص كلهم بيكونوا dominant وبيدوني صفة مشتركة and the plant of second generation carried red purple white مش مستغربة برضو لإننا نحن عارفين بيطلع one to two to one تمام بتبقى ايه بقى تتميز بـ number a the appearance of the two genes effect together ظهور تأثير الجينين مع بعض صح دي لها حالة lack of dominance طب نكمل the appearance of the effect one gene لما حصلش الاتنين جين بيأسطروا the presence of gene that cannot complete its role alone وجود جين ماقدرش يكمل دوره لوحده لا بس الكلام ده حنلاقيه فين في الكومبليمنتري لو عندي ايه كابتل ما تقدرش تظهر اللون إلا لما يكون معها بي كابتل عشان كده بنقول complete أو كومبليمنتري genes لكن دول اللي اتنين أقوية واللي اتنين dominant the appearance of the parents' traits in the resulted generations happens rarely ظهور of the parents' traits صفات بتاعت الأبوين in the resulted generation happens rarely ظهورها بشكل نادر لأ طبعا تظهر صفات الأبوين في الأجيال زي ما احنا شفنا في الجيل الثاني ظهرت بنسبة 25% 25% فبرضو لأ هي الإجابة الصحيحائي the inheritance of the flowers' color character in antrinum plant is similar to that in P plant وراسة الإيه أظهر بتاعت الانترينم مشابهة للوراسة في P plant when crossing two pure individual different phenotype تمام؟ لما يحصل تزاوج ما بين اتنين pure بـ different phenotype يعني مثلا يبقى عندنا R capital R capital مع W capital W capital تمام؟ طيب في النسبة للبي بلانت بقى آه عندنا فرضين لما يبقى فيه اتنين pure مختلفين في الفينوطايب يعني ايه؟ يعني مثلا R capital R capital مع R small R small ده بتاعت بسلة وده بتاع انترينم طيب ايه التشابه اللي بينهم بقى؟ هل التشابه اللي بينهم carrying the first generation to the character of one of the parents أن يحمل أفراد الجيل الأول صفة أحد الأبوين؟ لا ما حصلش هنا بيبقى كلهم R capital W capital يعني ما فيش أي صفة للأبوين ظهرت في الجيل الأول وهنا كلهم شايلين صفة الايه؟ الـ dominant كلهم أركابة الـ R small تبقى دي ما تنفعناش the number of phenotype عدد الفينوطايب هل متشابهين في عدد الفينوطايب؟ احنا عدد الفينوطايب اللي موجودة عندنا ايه؟ يا لون في حالة lack of dominance عندنا الثلاثة phenotype red white وال pink طب وفي حالة الايه؟ الـ P plant عندنا اتنين phenotype يا red يا white يبقى برضو number of phenotype برضو ما ينفعناش وجود الصفة تمثل بزوج من الجينات لما اجي اشوف اللون الـ red امثله بايه؟ two genes R capital R capital طب اللون الـ white two genes W capital طب الـ red في الـ P plant لو هي pure R capital R capital طيب ولو هنا الـ white برضو pure R small R small وحتى لو كان عندي red و hybrid بيكون R capital R small برضو يمثل بـ pair of genes اذا ده التشابه اللي بينهم having one genotype for the recessive character أصلا ما فيش recessive character في الـ antrenum وبالتالي التشابه بينهم هيكون number three when crossing two antrenum plants both of them carry purple flowers طيب بيقول لما يحده استزوج ما بين اتنين من الـ antrenum كلها هما يحمل الصفة الـ purple بنقول ساعة يقول purple وساعة يقول pink المهم صفة وسطية فبيقول answer the following question the percent النسبة بتاعت resulted purple flowers from the crossing is R capital W capital وR capital W capital بيطلع في الجيل ده اتنين شايلين اللون الـ purple و25% شايلين اللون الـ red و25% شايلين اللون الـ white نسبة اللون الـ purple بيكون 50% the percent of the resulted white الـ white هنا هو came 25% تمام هنا the genotype can be determined from the phenotype in all the following traits سؤال ده حلو سؤال الامتحين بيقول أن الجينوطيب يمكن أن تحدد من خلال الفينوطيب في كل الـ اتماع هذا يمكن أن تحدد فيه purple colored flowered in P plant لأ لأنه ممكن يكون عندي لون red بس نا عندي genotype اما R capital R small اما R capital R capital اللي هي فيه وراسة مندل طبعا فهنا مش ممكن الجينوطيب يدلني على يحدد لنا الايه الفينوطيب أو الفينوطيب يحدد لي الجينوطيب لأنه عندي هنا ممكن الشكل يكون لونه أحمر لكن فيه احتمال كام جينوطيب اتنين طب هنا purple colored flowers trade in antrinum اه purple ما عنديش احتمال إلا أنها تكون R capital W capital فمجرد ما شوف ظهرت antrinum او flower P longs to antrinum ولونها purple بعرف أن التركيب هو R capital W capital ما عنديش احتمال تاني green colored seeds trade in P plant بزور لونهم أخضر في ال P plant ده صفة recessive فما عنديش غير احتمال إنها تكون Y small Y small wrinkled برضو صفة recessive في ال P plant فتبقى S small S small ما عنديش احتمال تاني هنا الفينوطيب دل على الجينوطيب الفينوطيب دل على الجينوطيب الفينوطيب purple دل على الجينوطيب إلا في حالة ال purple اللي هو ال purple في ال P plant لأنه عندي كام احتمال احتمال فهنا بيقو بيردز عندي هنا نسبة التيور لونهم أصفر لما يحدث تزاوج ما بين اتنين لونهم أحمر طيب الاتنين لونهم أحمر دول R capital R capital يعني انت هتعمل R capital R capital مع R capital R capital فين بقى نسبة الأصفر 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 ده مرفوض Y capital يبقى ما فيش أي نسبة الأصفر لما يحدث تزاوج between الاتنين لونهم أحمر الإجابة بتاعتي zero الجزر بتاعه شكله دائل وقال لك دا ساكن جنوريشن حصل بقى تزاوج ما بين أفراد الجيل الأول اللي هم حيكونوا طبعا هاجين ما بين عملوا فبيقول النتيجة في الجراف اللي قدامنا ده تمام واضح هنا ان هنديها R capital R capital و هنديها L capital يبقى هيطلع لنا صفة وسطية اللي هي تمام اللي هي هتاخد الشكل كأن النسبة بتقول لي هنا واحد الى اتنين الى واحد يبقى انا شغلة لكو في ايه لكو في الى اتنين يبقى بيقول عدد الانواع بيقول بتاعة الجينو للي هي ما عنديش غير حاجة واحدة بس انه يكون R capital L capital فقط ما فيش احتمال تاني الجينو طيب بتاع number three when crossing to radish plant with spherical roots لما يحصل crossing between اتنين من النباتات عندهم الـ roots طاعتهم spherical يعني R capital R capital مع R capital R capital نسبة وجود الـ oval shaped كام زيرو هتيجي منين الـ oval الـ oval تيجي لما spherical يكون مع Rectangular انا بقول ان الـ spherical مع بعض يبقى ما فيش احتمال لزهور الـ oval shaped هنا بيقول the following diagram to crossing between the heterozygous blue feathered chicken دجاج لونه ازرق which statement is not correct ودور على الجملة اللي مش صحيحة هنا طبعا لو جينا شفنا الشكل اللي هو عطيهوني الاتنين اللي حصل بينهم meeting blue طيب وعطرنا الجميات احنا بغنطلع الايه الـ individual E دي حتكون B capital B capital الـ F حتكون B capital W capital الجي حتكون B capital W capital الـ H حتكون W capital W capital طيب هنا الـ office spring E اهو and H R homozygous اه دي اتنين homozygous B capital B capital W capital W capital ازن دي جملة صحيحة انا مدورة على الجملة الغير صحيحة office spring F و G F و G R heterozygous يعني ايه خليط hybrid ايه صح B capital W capital اذا جملة صحيحة انا مدورة على A is not correct the phenotypes of office spring E F G E F G are the same لأ غلط ليه بقى لأن الفينوطايب ده حيكون لونه black B capital B capital ودول حيكون لونهم blue تمام ال F وال G لونهم blue وبالتالي الفينوطايب ما هوش متشابه او نفسه او the same يبقى دي الغملة الخاطئة the ratio of different phenotypes in the office spring هيكون 1 to 2 to 1 اكيد لأن ده second generation بتاع lack of dominance وبالتالي دي جملة صحيحة الجملة الخاطئة هي C أنا عندنا لون الطوبي يعتبر لون وسطي ما بين اللون الأبيض والأحمر when crossing لما يحدث تزاوج ما بين فرضين لونهم pre-cred colored تمام اوكس طور مع بقرة حمرة الطور كان pre-cred colored والبقرة كانت red تمام فكان حيطلع بما أنه pre-cred يعني حيكون R capital W capital مع الكاو حتبقى R capital R capital pre-cred and red individuals are resulted with the ratio 1 to 1 what is the percent ما هو percent of the appearance ما هي نسبة ظهور red color لون الأحمر among the individuals خلال أفراد of the resulted generation from the crossing of pre-cred red individuals يعني لما نحط اثنين لونهم pre-cred R capital W capital R capital W capital يترى نسبة الأفراد اللي هتكون اللي طلع الناتجة اللي لونها أحمر قد إيه اللونه أحمر هيطلع 25% واللي لونه أبيض هيكون 25% واللي لونه طوبي هيكون 50% وهو بيسأل على اللون red ال red هيكون 25% حكاية قصة طويلة عريضة وفي الآخر بيقول لي نسبة إيه ال percent بتاعت ال red color لما يحصل meeting between two individuals والإثنين لونهم بنقول break red color يعني اللون الطولي ادي الإجاب 25% question 10 which of the following figures represented the expected results in multiple alleles case طالما قال لي multiple alleles لازم يكون فيه عندي أربع مختلفين أنا هنا عندي number eight ثلاثة زي بعض واحدة هي المختلفة ما تنفعش multiple alleles يخليني زي الدم عندي A وعندي B وعندي A B وعندي O اللي يديني أربع مربعات مختلفة ال pink وال blue وال green وال orange ده ال B فده اللي يمثل الملطيب لقليل زي اللي هو تعدد القليلات تمام هنا كان الاثنين خضر يعني فيه اثنين شبه بعض هنا ما ينفعناش وهنا فيه اثنين pink واثنين blue برضه ما ينفعناش يبقى هنا ديني أربع أفراد مختلفين تماما هي بي blood group A has one genotype ليه ال A B عنده genotype ليه او بيقولك اختار إجابتين the gene A doesn't dominate over the gene B فعلا ال A ما بيصدش على ال B تمام طيب دي بديه احنا اختارها the gene A dominates over the O ملناش دعوه بال O انا بتكلم عن A B إعلاقة ال O ولا the gene B dominates over the O برضه ملناش دعوه متنفعناش احنا مش بنتكلم عن حاجة فيها فصيلة O ولا هنا عندي في التركيب بتاع الجنو طيب بتاع ال A B في O the genes A and B participate together بيتشاركوا مع بعض عشان يدوني صفة صح اللي هي ال A B دي حالة the lack of dominance the gene O represent the gene of the recessive character يمثل ال O هو الصفة المتنحية ملهج دعوه خالص ال O بموضوع ال A B وبالتالي الإجابتين ال A المناسبين هي A و D which blood group contains anti-A عنده anti-A بس اللي عنده anti-A اللي هو anti-buddes A هيكون ال B ال B عنده anti-buddes A man with blood group A married to a woman with blood group B they gave birth to a child جابوا طفل في فاصلة دمه O خالص أنا فهمت كده إن الأب بإيه O والأم بيه O عشان يجيبوا الطفل ده O لازم يكونوا تركبهم كده ودي كده الإجابة mother was blood group A B had the sun with the same blood group A B زيها يعني what the excluded blood ما هي فاصلة الدم المستبعدة للأب طالما هو A B والأم A B يعني استحال الأب بيكون O لأنه لو كان O عمره ما كان حيظهر الطفل ده A B تمام if a drop of blood group لو قطر الدم B تم إضافتها إلى عين الدم غير معروفة تمام معايا دم هنا قطر الدم وعارفة الدم اللي معايا ده يعتبر فصيلة B اتحطت على قطر الدم مش معروفة خلاص وحصل لها أجلتينيت يعني معنى كده إن الأنتجن B لقى هنا anti-bottles B تمام طيب then adding a drop of blood group A بعدين حطينا الأ معايا واحدة تانية قطرة تانية برضو من نفس النوع ولقينا إن ما حصلش agglutination تمام معنى كده إن فصيلة الدم دي هتكون إيه هتكون إيه تمام باش أي يعني دي مش محتاجة أي فكاقة أنا عندي فصيلة الدم B تمام قطر الدم تحطت على قطر الدم تانية حصل agglutination يبقى ليه طبعا أكيد الأنتجن B لقى هنا anti-bottles A anti-bottles B فمين اللي عنده anti-bottles B الفصيلة A يبقى فصيلة الدم A how many genotypes of the blood groups containing antigen A or antigen B containing antigen A and B أو عندهم الأنتجنات الأي والبي مع بعض تعال نعدهم عندي A A ده فيها أنتجن A و A O عندها أنتجن A B B عندها أنتجن B B O عندها أنتجن B A B عندها أنتجن A وأنتجن B عدهم تلاقيهم كام خمسة 17 when a man blood group A B married to a woman with blood group O المن A B والومن O معنى كده أني نسبة الأفراد اللي ناتجن هتكون بنسبة كام خمسين في المية إيه خمسين في المية B تمام فبيقول إيه نسبة عنده نفس فصلة الدم بتاعة الأم أو الأم أو الأب يعني إما يكون A B إما يكون O تمام؟ طبعاً أنا عملت الميتنج A B و O طلعوا إيه خمسين في المية A و خمسين في المية B يعني ما طلع ليش ولا حد شايل A B ولا حد شايل الأو يعني هيبقى 0% A B 0% O عندنا هنا ناس وقال سهل جداً جميل قوي جابونا التسع كرموسومات الأولانيين من الكريوتيب بتاع الإنسان تمام؟ ووزعوهم بزي ما متوش شايفين كده توزيع عشوائي randomly distributed مين فيهم من الكرموسومات دي اللي شايل الجين بتاع فصلة الدم؟ إحنا عارفين إن اللي بيشير فصلة الدم هو الكرموسوم number 9 طيب وأنا بقول لهم دول التسع كرموسومات الأولانيين فطبعاً الترتيب بيبدأ من الكبير للصغير يبقى أصغر كرموسوم هنا هو هيكون الكرموسوم رقم 9 وهو هيكون مين؟ هو ده أصغر كرموسوم من خصائص الفصلة الدم بي إنها لا هل يمكن انتقالها لأي فصلة؟ لا دي إما فصلتها تمام؟ يا إما ال-A-B يبقى ما تنفعناش اللي بيحصل لها كده تستقبل من كل الفصائل هي من قال كده فيها ممكن تكون تمام؟ فهي دي الإجابة هو عايز واحدة من خصائص اللي ايه؟ فصلت الدم بي وراسة فصلة الدم O مشابهة لوراسة اللي ايه؟ لون الأزهار تمام؟ إيه دا في ايه؟ يعني وراسة فصلة الدم O تشبه دراسة الوراسة بتاعة الأزهار بتاعت مين؟ هل White Flowers of Antrinum؟ لا White Flowers of Antrinum دي تابعة لحاجة اسمها Lack of Dominance وهو بيكلمني عن إيه؟ وراسة الدم بتاعة الفصائلة O والفصائلة O مالهاش أي علاقة بإيه بالLack of Dominance إيه بادي ما تنفعنيش Purple Flowers للأنترينم برضو لأ لأن تابعة للLack of Dominance فمنهاش دعوة White Flowers of P Plant O لأنها دي تابعة للComplete Dominance لأن دي recessively لأن A dominate over the O will be dominate over the O معنى كده إنها الO دي تابعة في الوراسة للComplete Dominance والComplete Dominance ده شغل مندل بتاع بسلة الخضر تمام؟ اللي هو كان فيه الP Plant إذن دي تابعة للWhite Flowers of P Plant لأن الصفة دي صفة recessive تمام؟ Purple Flower of P Plant لا ليه؟ لأن الPurple ده صفة dominant لكن إحنا اتخذنا الWhite لأن صفة الWhite صفة recessive والO تعتبر recessive فتبقى دي الإجابة لإيه؟ الصحيح لو حصل تجلط نتيجة إضافة قطرة من الأجسام مضادة شائلة anti-bodies A على glass light على شريحة زجاجية containing blood drop on it the blood group of this person هتكون إيه؟ حصل تجلط عند إضافة قطرة من السيرام اللي فيه anti-bodies A تمام؟ على glass light على شريحة تحتوي على قطر الدم the blood group of this person هتكون anti-bodies A يبقى أكيد قبلت عشان يحصل agratination يبقى قبلت antigen A تمام؟ طالما قبلت antigen A يبقى احتمال الفصيلة تكون الفصيلة A أو تكون الفصيلة A-B وهي دي الإجابة the percent of children that carry blood group A-B نسبة الأطفال اللي هتكون شائلة فصيلة الدم A-B resulted from the marriage ناتجة من تزاوج man was blood group carries antigen A and B يبقى فصيلة الدم يقصد بيها A-B woman was blood group doesn't carry antigen تبقى يقصد بيها أنها O بس بيلف ويدور في الاي في الكلام يبقى عندها اتنين antigen يبقى أقصد A-B عندها ما عندهاش antigen تبقى O قادي ال-A-B مع ال-O عملنا meeting طالعوا A-O ب-B-O فهل بقى في نسبة أنا بسأل على نسبة الأفراد أو الأطفال اللي شائلين A-B هل هنا عندك A-B؟ ما فيش تبقى النسبة 0 man with blood group A-B married to woman with blood group B طيب and her father هو بيقول لي بقى ليه أنا كاتبة B-O وأبوها كان blood group بتاعته O طالما أبوها فصل الدم و O وهي B يبقى أنا حعرف إنها B-O The probability of getting children with blood group B هتكون إيه؟ هيخد ال-A-B مع ال-B-O وعمل meeting هيتلاع لي النسبة A-B A-O B-B B-O وهو بيسألني نسبة الأفراد اللي شائلين الأفراد أو هيجيبوا اللي هيكون الفاصيلة بتاعتهم B أنا عندي B-B و B-O طالعين مرتين عندي A-B و A-O يعني معنى كده ال-B دي تمثل كام 50% The opposite diagram illustrate the inheritance of blood group in a family study it then answer which choice in the following table can illustrate the genotype of H of X and Y بص باسي دي أنا حبدأ الحل إزاي دلوقتي إحنا بنبدأ من أول هنا هنا ده O و A خلاص وهنا D-O عشان D-O إزاي يطلع A يعني الأو ده هيحصل ميتينج بينه وبين مين عشان يطلع لي هنا A يلزم هيكون هنا في A جميل بقى هنا في A وهنا في B تمام نطلع فوق لقيت هنا في A طب بس هنا عندي B B دي طلعت أكيد الأكس ده هيكون B طب حد يقول لي ما يمكن يكون B-B طب نجرب لما لقنا B-B لقنا كل الأفراد اللي هتكون ناتجة هتكون A-B وأنا هنا عندي B وعندي A يبقى مستحيل تكون B-B دي لازم تكون B-O يبقى الأكس B-O ويه ال-Y هتكون A-O ليه لازم تكون A-O عشان O من هنا مع ال-O دي تديني الفرد ده أربع إخوات وعندهم فصائل دم مختلفة إذن هيكون الجينوتيب بتاع الأبوين A-O and B-O which of the following blood groups have анتجن B أي من فصائل الدم دي عندها أنتجن B هنا ال-A عندها أنتجن A وال-O ما عندهاش ال-B-A عندها أنتجن B لكن الأول لأ فمش هقدر أختارها ال-A-B عندها أنتجن B أيوة وال-B عندها أنتجن B أيوة فدي هي الاختيار بتاعي هنا ال-A-B عندها لكن ال-A ما عندهاش أنتجن B فالاختيار بتاعي C If one of the parent has blood group A-B بنقول He or she cannot give birth child with blood group لما تكون هو A-B مستحيل أنه هو يجيب فرض O لأن ال-A dominates over O وال-B dominates over O فمستحيل أنه هو يجيب فرض O Blood group A is similar to blood group A-B في A بقى وحنزين نجاوب برضو جابتين ال-A شبه ال-A-B في أن هما الاتنين فيهم أنتجن A صح دي فيها أنتجن A دي فيها أنتجن A طيب نشوف أجلتينيت when adding أنتباضيس B هل بيحصل تجلط لما نضيف الأنتباضيس B هنا لو ضيفنا الأنتباضيس B ما عنديش هنا أنتجن B مش هيحصل لكن هنا آه هيحصل يعني هيحصل مع ال-A-B لكن مش هيحصل مع ال-A كمان يبقى ما ينفعش أنا عايزة تشابه طيب سي هف تو جينو تايبس لأ دي عندها تو جينو تايبس لكن دي ما عندهاش غير جينو تايب واحد يبقى ما يشتشابه كونتين أنتباضيس B ال-A عندها أنتباضيس B لكن ال-A-B ما عندهاش أنتباضيس خالص ما عنده مش هتنفعنا لأن هنا أنتباضيس A حتقابل أنتجن A يحصل وهنا أنتباضيس A حتقابل أنتجن A فيحصل برضو صح يعني هو A والومن كمان A سواء هم كانوا A أو A-O فمستحيل أشوف ال-B سؤال سهل هنا السؤال سهل ولكن هو بيلف ويدور عشان يخليني أعرف فاصيلة الدم فمثلا أب يعتبر شايل فاصيلة الدم بتاعته أنها يونيفرسل دونر فيبقى أو مع أم بيور بلد جروب كونتينيج أنتباضيس B وهي بيور تبقى أي يبقى دال أب أهو وده الأوم طيب هيتطلعوا لي أفراد كام تركيبهم إيه A-O طيب A-O دول عندهم أنتباضيس A لا الأي دي عندها أنتباضيس B تبقى دي ما تنفعش B يبقى A-B مع ماظر اللي عندها أنتجن A بقى الفصيلة A طيب هنعمل الماتينج بتوين الـ A-B والـ A هيطلع الأفراد إما A-A إما A-B هل دول عندهم أنتباضيس A لا عايزين أنتباضيس A دي عندها أنتباضيس B ودي ما عندهاش أنتباضيس أصل فاثر ويزد يونيفرسل ريسيفر يعني A-B والماظر بيور بلات جروب كونتينج أنتباضيس B عندها أنتباضيس B تبقى A برضو طبعام يحصل ماتينج الأفراد اللي ناتجين A-A و-A-B دي ما عندهاش أنتباضيس ودي ما عندهاش أنتباضيس A عندها أنتباضيس B يعني برضو ما ينفعناش دي فاثر يونيفرسل دونر O مع ماظر البلات جروب كونتينج أنتجين A وأنتجين B تبقى A-B يبقى الأفراد الناتجين A-O B-O A-B O-O اللي عندهم أنتباضيس A الفاثيلة B تمام عندها أنتباضيس A والفاثيلة O لأن الأو فيها two types of antibodies The opposite diagram how blood groups في الشكل المقابل how blood groups are inherited A-na family بتشرح لنا هنا التوارث صفات فصائل الدم what the expected genotype of the father's blood group أنا عايزة الفاثر تعالي نشوف هو بيقولي mother universal donor يحتنا حطها O-O وبعدين بيقولي daughter universal donor هي كمان O-O تمام هيكون فاصلة الدم A وطبعا بما أن الأم O فهيبقى هو A-O يبقى الأب هيبقى برضو A-O عشان تطلع الفيميل أو الدوتر D-O-O تمام عشان O من عند الماذر و O من عند A الفاثر دول مجموعة من الأسئلة هم من الجزء الخاص بشابتر آآ lesson one في unit three أتمنى تكون الأفكار فهمتها وستوعبتها وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته